تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله بتعزيز فرص التطور الوظيفي للمعلمين بما يسهم في تنمية إسهامهم الفاعل في مسالات التنمية والبناء قامت وزارة التربية والتعليم وبالتنسق مع جهاز الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سموه بترقية أكثر من 130 معلما بحرينيا من وظيفة معلم إلى وظيفة معلم أول لينتقل بذلك إلى مصاف القيادات التعليمية وتأتي هذه الترقية بعد استفائهم المعايير اللازمة طبقا لإجراءات الترقية المعتبدة بوزارة التربية والتعليم حيث سيتم الإعلان عن جميع أسمائهم خلال حفل وزارة التربية والتعليم الذي سيقام بصالة الوزارة بمدينة عيسى صباح يوم غد الأحد بهذه المناسبة أشهد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بما يحظى به الميدال التعليمي والتربوي من متابعة واهتمام من سبول العهد رئيس مجلس الوزراء أعرب سعادته عن اعتزازه الوزارة بكوادرها التعليمية والإدارية وبتوجهات سموه بترقية أكثر من 130 معلما بحرينيا من وظيفة معلم إلى وظيفة معلم أول مهنئا سعادته جميع المعلمين الذين استحقوا هذه الترقية ترجمة نانسي قنقر